هيئة الحقيقة والكرامات نظم يوم 24 مارس 2017 جلسة استيماع علانية خاصة بالانتهاكات المتزامنة مع اتفاقية الاستقلال هذا بمناسبة الذكرى الـ 61 للأعلن عن الاستقلال في 20 مارس 56 وهي فترة عرفت أوج نشاط الحركة الوطنية وضروة المقاومة التنسية المسلحة في مواجهة الاستعمار الفرنسي وتعرض خلالها توينسا الجملة من الانتهاكات على يد المستعمر والفترة هذه عرفت زادة انقسام داخل الحركة الوطنية وهو ما أدل صدامة عنيفة تواصل طيلة عقود موعدنا ميل نهار 24 مارس 2017 بداية متسعم تعليل في جلسة استيماع علانية خاصة تفتح فيها هيئة الحقيقة والكرامة صفحة الانتهاكات اللي صارت في وقت الاستقلال هذا والذكر الهيئة ان جميع الدعوات اللي وجهتها في وقت سابق ما زالت صالحة لحضور جلسة الاستيماع الجاية